صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي تشوفني فيه يا برج الكوس المهمة نبدأ مع برج الكوس الطاقة العامة طاقتك يا برج الكوس حالياً أنت في بداية جديدة في الحب أو في العمل عموماً في الحياة ممكن كمان يكون الدنيا بتصالحك أو علاقة فيها مصالحة جديدة مثلاً وتصالح أو علاقة جديدة اللي أنت تحب تشوفه أو تطبعه على الصورة بتاعتك اللي بعد كده أنت تقريباً يا برج الكوس يعني بتحب حد بس متخوف منه قليلاً هو أنت بتحب حد فعلاً بس متخوف منه قليلاً أو شايف في عيوب مثلاً معينة حاجة زي كده محتاجة يغيرها وانت شايفه بداية حلوة وشخص للزوز ودمه خفيف وكل حاجة ولكن في حاجات في حاجات قلقاك في حاجات قلقاك فتعني نشوف مع بعض كده مش هعرش ديك ايه انت قلقاً منه برج الكوس كده انت نفهم الصورة بقى الله الله يا عبد الله ليه كده؟ نبدأين كده يا برج الكوس يا بداية جديدة يا مصلحة يا حد رجعلك من الماضي ومقدملك زي ما بيقوله كده الكاس وحاجة جديدة وبيقولك فعالة بقى نفتح صفحة جديدة وشيل اللي حصل ما بيننا على جنب تقريباً يعني وانت متخوف منه شوية وممكن تكون معلق الموضوع معاه ولكن ولكن نفسك تبدأ بداية حلوة معاه مرضو يعني ممكن تكون انت محسسه بان انت معلق الموضوع ومش وصلت فيه ولكن انت نفسك في بداية جديدة على فكرة نفسك في بداية جديدة فتعالة شوف كده المشاعر بداية الحلوة دي ايه؟ ده هو شايفك حد جميل قوي ومش شايفك حد جميل مشاعر ونفسها هي باتجاهك حلوة قوي وشايفك السلمي بتاعه وشايفك يعني الحب الحقيقي اللي هو لقاه ممكن بعد سنين طوار زي ما فيه اغنية كده بسمحها هو كمان حاسس بان انت بتحبه على فكرة مش هو بس اللي بيحبك لأ ده هو حاسس بان انت كمان بتحبه وان انت كمان بتكنله المشاعر الحلوة ولكن انت مشاعرك ممكن نقول مقفولة شوية متاخدة شوية مش مقفولة انت بتفكر بعلك قوي 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 بورج الكوس وهو بيفكر بمشاعره قوي تمام وشايف العلاقة من منظور المشاعر وحاسس باتجاهك يعني فيه حب جميل قوي ولكن انت في المقابل بتقابل ده بالتفكير واخد الموضوع على عصابك شوية انا حاسس ان هي مصلحة ولكن الشخص ده شكله وتعبك قوي 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 ولكن مشاعره حلوة وانت مشاعرك يعني يغلب عليها طبع الجدية عارف لما حد يدي يقول لك انا جاي صلحك وتعلم ان ده اصب حكتدة فانت بقى بتحسك الموضوع من الاولى خالص اللي انت لاي يا عم انت تخونتني او انت كددت عليها او حاجة زي من حاجات دي وممكن برضو دخلينا ناخد ببعور اكتر احنا شفناها لان العدالة او المحكمة دي يعني مشاعر صورمة ده انت زي ما تكون عارف يقولك حاطت السيف على رقابته او ايو 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 صح كده انت حاطت السيف على رقابته فعلي انت يا بورج الكوس مش بقولك انت بتحكم مشاعرك قوي وبتكتكر كل اللي حصل في العلاقة من اول الاخرها لحظة الضعف ولحظة القوة بتشوف هو عمل ايه ومعملش ايه ايه اللي انا الصح اللي عملته ايه الغلط اللي انا عملته وانت حاسس شاعر بخبة امل عشان كده انت محكم عقلك قوي وعمال مش عايز بالزبط انت مش عايز تظلم نفسك تاني لو هم قدملك عرض جديد فانت خايف تظلم تاني يا بورج الكوس فلانك انت مريت بخبة امل جمده قوي قوي في العلاقة دي كان فيها عدم توازن وكان فيها افتقار للعاطفة عشان كده هو مشاعر بالعاطفة دلوقتي سبحان الله يعني مش هقول ما فيش مشاعر ولكن انت منيم المشاعر زي ما بيقوله كده ومحكم العقل وبتوزن الامور قوي قوي وبتقول واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما بيقول الكتاب كده بتحسب نفسك ولو جي كلمك بتحسب كمان يعني مش اللي هو مش اللي هو انت واحد جي اقولك انا بحبك او او انا كمان وتعالى نرجع لا لكن شكلك استكفيت منه قوي مريت معا بتجربة سيئة جدا او كان فيها خايبات امل كتير قوي قوي خايب ظنك كتير الظاهر ومبل ما وصلت للمرحلة دي وصلت لها بعد الشيء صعب او 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 اتنزل لك يا مركب الكوس كده دا ان عندي شوية حاليات كده في البيت فبقى في الفيديو يعني فعالمهم ينركع لما جوعنا مقام او زي ما قلتلك انت محكم قوي عقلك دلوقتي في مقابل ما هو في مشاعر انحسن الصورة قالبت تقريبا هو انت اللي كنت تتديله المشاعر وبدأ هو اللي كان بيستابل بقى استعبط عليك وهو ما يديك تقريبا كده عرض جديد فعلا او يعني بيعرض عليك مصالحة من الاخر تعال نقل بالصفحة لقى ونبدأ حاجة جديدة ولكن انت متخوف جدا لان كان فيه خيبت قبل طب هو شايفك ازاي هو هو تقريبا شايفك زي ما انت انت نفسك فعلا عامل كده هو شايفك انسان بطيء وهو انسان زي ما بيقوله كده هو برضو ده انسان شاعر بخيرة امل برضو يعني ده شخص يعني زرع حاجات كتير جدا ولكن لم يجني الا ثمرة واحدة بص كان صمر على العشب ده او المكان ده ولكن مفيش غير حاجة واحدة فمنتظر الباقي بقى ده لما يجي ينزل فهو شايفك ان انت معلق مع الموضوع بطريقة بطيئة جدا وان انت منتظر وتقول ان انت ساكت هادي ما بتعملش حاجة انها بيجي يقولك مثلا يبعطك ميسج يقولك ازاي كامل ايه وحشتاني مثلا فانت بتعمله ساين وما تردش يقولك طب ما تجي نرجع تقوله لأ مثلا او تقوله لأ بس مش بطريقة مباشرة فهو شايفك ان انت بطيء في اتخاذ قراراتك جدا ولما حد بيقدم لك حاجة بتوعب تفتكر القديم بقى يعني اللي هو بتعيش في الكوكب الزكريات كده ان انت فعلا حقيقة فعلا انت مشاعرك حاليا ان كل ما تجي تحاول تفكر في ان انت تبدأ مع صفحة جديدة تفتكر قلم الماضي وقلم الرحيل وقد ايه الايام الصعبة اللي انت عشتها لوحدك من غيره فانت تعبان وهو شايفك بطيء وشخص عنده خيبة قلم للاخر كده وايه تاني برضو اعتقب تعمل مع حد برج حمل او ترابي عقرب مائي يعني ابراج اللي تشوفها هنا خالص منين تاني حمل برضو تاني اه وابراج ترابي يعني طيب انت شايفه ازاي؟ تبص بقى انت شايفه حاجة غريبة جدا انت شايفه يا اما شخص ما هو دي النظرة النظرة بتاعتك يعني انت شايفه ايه حاليا هو شايفك ان انت شخص بطيء انما انت شايفه ان هو شخص ممكن يكون مندفع ممكن يكون شخص عصبي زيادة عن لزوم عصبي بياخد الامور اللي هو مسلا بتقوله حاجة يوم واخد الامور على صدره كده اه انت شايفه ان هو شخص بيتسرع جدا متسرع وهو انت برضو ما زلت بتحبه على فكرة بس قلبك مجروح منه يعني انت شايفه ان هو شخص عصبي وبياخد الامور على اصابه قوي 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 وممكن يكون مسلا موضوع تقفه يروح هب يولع فيه وبقى تولع نار يعني احنا حاطين بنزين في المكان قد كده ان هو الكابب ببنزين كله مولع فيها نار والموضوع يخلص ممكن يكون تتعامل مع مرج الاسد لمرج الاسد كده برضو ولكن انت مجروح منه قوي 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 جرحك قوي طعن تلا السيوف في قلبك من الاخر و ايه تاني ولكن وبرغم ذلك انت ما زلت شايفه الشخص الحنين ممكن زي ما قلتلك يكون عصبي لانه بص يعني بص ده الامبراطورة وده الامبراطورة ممكن يكون عصبي ولكن حنين مع انه عصبي وبياخد الامور على صدره قوي 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 وبيحب يتحكم ومتعصد برأيه يعني مان بتكون بتتناقش معاه وتقول طب وفيها ايه لما نعمل لا انا عوضها وبقولك ايه خلصت مضوع ايه خلصت ليه بزكا في وشك او في وشك عموما في بنات كده في بنات عصبية او انت ولد فيه طبعا الرجالة طبعا كلهم هصبيين ولكن حنين وقلبه طيب وجميل اوي من جوا يعني هو من جوا فعلا كده هو فعلا من جوا كده على فكرة هو قديم شعره حقيقة هو فعلا طيب وحنين وممكن وعلى فكرة ممكن يكون مثلا مدعوصة بيعمل بلوك ويكلمتهش تاني او ما تكلمكش تاني ولكن ايه من جوا فعلا طيبه قوي 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 وجميلة وجميل عموما يعني وانت ما زلت شايفه النجمة انت ما زلت شايفه النجمة والبركوس ما زال هو ليك حلم هو كان نجمة في السماء وحلم بالنسبالك وان العلاقة دي كانت علاقة قدرية وجميلة قوي والحظ هو اللي بعثهلك الحظ هو اللي بعثهلك على فكرة انت نفسك في تحقيقي العدالة ممكن يكون نفسك انه يرجع لكن انت لقف انه عصبي وابريح قلبك ومن الاخر انتوا جرحتوا ببعض حاجة من الحاجة الى طيب انتوا غراب قوي انتوا في ايه العلاقة دي يه تقريبا كده صوت تفاهم وولعتوا ببعض حاجة زي كده طب ايه الخطوة اللي هو ناوي ياخدها لما اقولي الخطوة اللي ناوي ياخدها يا جماعة يبقى مش معناه انه هو ممكن ياخدها واحد دي تقولي ده مارجعش معاينه كان ناوي يرجع هو بيئة الدينية انا مستقبل احنا ما نتشوفوش لان المستقبل ده بتغير يضرب ده ولكن دي نايته نايته ايه بقى نايته ياخد قرار صارم بشأن العلاقة دي ما نعرفش بقى القرار ده هل ممكن يكون قرار ان هو يرجع فعلا ويقدم العرض ده اللي هو انت خلص انت بتاعتي خلص مهما تعملي بقى او طريبة تخاني او العصبي اغلب الناس العصبية دي بتبقى طيبة يبقى برضي حمل ناري وعصبي على فكرة هو متقلم قوي مش مش يظهر متقلم قوي قوي يعني مش مش اي كلمة ومتقلم وبيحاول ان هو يخبي الالم ده بشتى الطرق هو الزهر ان هو برج الحمل او برج ناري عموما بيحاول ان هو يخبي الالم ده وما يزوروش خالص لا ليك ولا الغيرة ويفضل دايما عامل الوش ده وش انا مامية مش حاجة حصلت ولا لقى ما مشيتش وعد جده ولكن هو الان في عزلة وعزلة داخليا مش خارجيا ممكن يكون بشتغل وممكن يكون ظاهر ده في الوش انا مبسوطه مامية ولكن هو في عزلة داخليا وبيحاول يبحث عن مخرج للالم والجرح ده وهو عايز ياخد قرار بالشأن اللقاء دي بانه يبدأ بداية جديدة والظاهر انه فعلا عايز يبدأ بداية جديدة لانه هو مقدم لكو عرض عرض او عموما في عرض جديد هكذا في بداية جديدة هو ناوي عايز يبدأ بداية جديدة بس هو بيخلص الالم العشر صيوف تقول في عشر صيوف مطمئين في ظهر انا بقول لكم انتو خبطتوا ببعض وهو غامض اول ايام دي وداخل في عزلة جوا نفسه وكده عمالي حاسب نفسه يقول انا عملت ايه ومعملتش ايه وكان لازم ان احنا نتكلم ومشان كل ده ولكن هو شايفك ان انت بطيء ممكن يكون خايف يجي يكلمك عشان عارف ان انت بطيء وشخص دايما عارف ممكن يكون شايفك يا مورب الكوس بيتحب دايش في دور الضحية انا عارف ان مورب الكوس مش كده بس ممكن تكون انت من الكتر اللي حصل انا انت خايف مني خايف مني اا انت كمان عايز تاخد ايه انت عاقبت ايه انت عايز انت كمان مش عاكلك عايز بتاعة كتيرة تطمح الى البداية جد انت كمان عايز ايه مش اقول لك تطمح الى البداية الجديدة على فكرة انت انت عايزو يرجع يا برج الكوس بس بص اللي اتنين دول وقفين او بتحركوش ده واقف مستني حاجة وده واقف ما بتحركش انت محسسو ان انت بطيق قوي يا برج الكوس انت شكلك خايف منه انت ايوه انت خايف منه يا برج الكوس انت خايف ترجع انت خايف ترجع خايف ترجع العلاقة دي تاني وحاسس انها دايرة بتلف وترجع تاني حاسس ان انت اه انت كل ما تدخلوا في العلاقة نعم تاني وتدي له فرصة ثانية بيعمل نفس اللي حصل زبانا فترجع تتخنو تاني فانت تعبت واستكفيت وكل ما تدي ما تاخدش حاجة غضة تدي اهتمام تدي حب تدي حنايا تدي اي حاجة وفي الاخر حب يخلم يمشي فانت تعبت قوي وعايز العدالة بقى هترجع تديني المشاعر الحقيقي انت طالب منه العدالة انت موقف مشاعرك وبتقوله لو جيت تاني تديني بقى اللي ليه واللي ليه لو سمحت اديني اللي ليه والليه لو سمحت انا ديتك حب تديني حب فانت خايف خايف من خايف تروح له على فكرة انت نفسك ان انت تقدم له عرض او مش تقدم له انت من جواك عايز بداية معا تاني وعايز تواصل ولكن انت وقف 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 عرفير انتو اللي اتنين وقفين وقفين وصات بعض وقفين وصات بعض هو ميديك الوش ده وانت ميديله ده برج المفاكر انت عايز العلاقة دي تبطر بقى كده فوق على دماغها وتعمل علاقة بديدة مع عاما نفس الشخص ميديه انت